اجتماع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بأخيه معالي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك على هامش مشاركة معالي وزير الخارجية في الدورة الثامنة لاجتماع الوزاري المنتدى التعاون العربي الصيني في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية وخلال الاجتماع تم استعراض مسار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تتميز به من تقدم وازدهار على المستويات كافة كما تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع وآخر التطورات في المنطقة اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع معالي السيد خالد حسين محمد اليماني وزير خارجية الجمهورية اليمنية وذلك على هامش مشاركة معالي وزير الخارجية في الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني وذلك في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية وخلال الاجتماع جدد معالي وزير الخارجية التهنئة لمعالي السيد خالد حسين محمد اليماني بمناسبة تعينه وزيرا للخارجية بالجمهورية اليمنية وتمنيا له كل التوفيق والنجاح معربا معاليه عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية مع الجمهورية اليمنية مؤكدا معاليه على دور المملكة والأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في دعم وتثبيت الشرعية في اليمن ولكل ما فيه أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ومواصلة جهودهم ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حتى يسود السلم كافة أنحاء اليمن وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 وبما يحفظ لليمن وحدته وسلامة أراضيه ويمنع التدخل الخارجي في شؤونه ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في التنمية والرخاء من جانبه ثم نام علي السيد خالد اليماني المواقف الأخوية لمملكة البحرين ودعمها المتواصل للجمهورية اليمنية على المختلف الأصعدة والتي تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وتعكس سياسة المملكة الراسخة في دعم الأشقاء وتجسد الدور المهم الذي تقوم به مملكة البحرين في أمن واستقرار المنطقة متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر